السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخواتنا وحبايبنا ومتابعين قناة محمود الاسكندراني للدهانات منورني دايما ومشرفيني على القناة بتعليقاتكم الجميلة ولايكاتكم الجميلة وبيكم ان شاء الله هنكبر كل يوم ومتواصلين معاكم بفضل الله تعالوا نشوف عملنا التجزيع دي ازاي وبتلنا الحاجات دي ازاي باللكيه على ارضية دوكو بطريقة سهلة وبسيطة هنعملها مع بعض بس ابل ما نبدأ الفيديو عايزكم تصلوا عن نبي صلى الله عليه وسلم فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنشوف ان شاء الله انا جهزنا خامة لكيه طبعا ارضية دوكو ابيض مكسور حاجة بسيطة جهزنا خامة لكيه اعملنا لكيه زياتي سنستك لامع بنفرد طبعا بقطنع بخلي الخامة خفيفة شوية انا مدرب هنا ابيض على صفر على شوية بني على شوية احمر بعمل يعني كافيه كده بفرد بالقطنع بعد كده بالسبونشة او بسلك المواعين سبونشة تغسيل المواعين بمشط بيها لان سلك المواعين بتسيب اثر فدية ما بتسبش البلاستيكية اللي هي الجهزة دي بعد كده ابدأ اعمل صمرة بايدي سبعات كده ورا بعضها كده ممكن اعملها بالمسدس بس انا ايه بحاول اعملها بايدي عشان برضو اللي هي ايه يعني الناس تراف تعملها بايديها ان شاء الله بتجزيع باليد بشكلها حلو وجميل بعمل سبعات ورا بعضها كده بابدأ ايه اصحبها شوية الفوق انا بس برضو حاطت شوية نفط بسيط معايا على البهية مع البنزين عشان تمشي معايا لان البنزين بيشد بسرعة بعد كده بفرد بقى ايه بعمل زي خطوط كده زي ما انتوا شايفين كده بتدي ايه معايا شكل الخط الطولي في وسط ايه التجزعتين دول استمرتين اللي احنا عمانيهم بعد كده بالسبونشة بابدأ اهديها تاني اخليها ايه تهدى معايا شوية تنمل ايه اللي سبونشة بتنملها شوية وتديها منظر حلو تدخل الشغل في بعض وتحس ان هي التسنينة او التنسيمة اللي بتبقى موجودة في الايه في القشر برضو الجنب معايا استورة كان بتجزع بالعرض فبرضو هجيبه هنا بالعرض كله بقى نفس الفكر افرد افرد الاول بوه يا خفيفة زي ما انتوا شايفين ايه لا خفيفة ولا هاتيه هيعني ايه خفيفة شوية افرد ابدأ امشط بعد كده ابدأ اعمل السمرة بتاعتي بعمل مثلا في الجنب ده سمرتين باخدها يا جماعة سبعة وعلى سبعة وعلى سبعة او تمانيات كده بالقطنة كده معايا وابدأ ايدي ايه اروح كايسة احبها ادخلها في بعضها واعمل خطوط بينها بالقطنة في النص وابدأ ايه برضو ايه اخفها شوية بالسبونشة اهي كله يا جماعة بقى ايه نفس الفكرة كده التجزيع سهلة خالص وبسيطة اه وان شاء الله اتمنى تتجيبكو واتنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وبعد كده يا جماعة الخطوة الجاية اه طبعا العظم في حاجات بنتبتن وحاجات بتتكشف فببدأ امسح اللاكين اللي جيز زيادة على الشغل بعد كده انا حضرت الدكو اللي انا كنت شغال منه باستخدفته خالص بعمل دكو شفاف يعني بخفه بحط 3 اضعاف طنر على الدكو الكيلو بحطله 3 كيلو تنر عشان ايه يغبر معاه زي اللون فهنا انا مش هغبر برنيات هغبر سكري يبقى التجزيع بالكافيه والتغبير بالسكري هتهدي معاه التجزيع خالص وتبان شكلها ايه دي تحت الشغل كده ايه تدي معاك ضي شبه القشرة كده شوي اللي نقدر اصلا دولابها قشرة فاحنا بنعمل التسريح هتمشي معها والعفشة والحاجات دي تمشي معاه طبعا اما هنغبر دوكو شفاف ونقفل الشغل دوكو شفاف هيهدي معانا شكل التجزيع ويخلي معانا الشغل شكل وحل باذن الله واتمنى لو اعجبكم الفيديو تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة اللي ما اشتركوش متنسوش يا جماعة الناس اللي بتشوف بس الفيديوهات انزل لعمل اشتراك ويعمل لايك اللايك مش هيخصرك اي حاجة اللايك بيدعم الفيديو بيخلي يعني يتشاف اكتر وتشاركونا الفيديوهات على صفحتكو بجزاكم والله خاين بغبر يا جماعة دوكو شفاف مرة واثنين بدي تلات وشاش بدفن السمرة خالص بهديها خالص بالابيض الشفاف وهنا يا جماعة والتدوكو بخفو التلات اضعاف علشان اعرف السمرة تفضل برضو ايه زهرة معي كله بقى يا جماعة بابدأ اجزد على الشغل كله لدراك باخدها بالعرض ابدأ ايه بفرد وبستلك حد ورايا هو الاسطشعبان قدري طبع وكنت بعملها معا بساعدوا فيها بالسلكة ورايا على طول او الاسبونشة بتاع غسين المواعين بعد كده ابدأ اخش ايه اجزع واعمل السمرة فيها شغل يده ويكل الشغل اليه برضو بطلع شكله حلو وجميل وما عندي والله التجزيع والجلدة وكل حاجة اللي وجودها بس التجزيع اليه برضو بطلع شكله كويس جدا فحنا بنعمل برضو التجزيعات اليده وعشان اللي ما عندوش اي حاجة يعرف يعملها برضو اه يا جماعة براحة اهو شوفوا بناخد ايه سبعة كده او تمانية كده ورا بعض بنصفهم كده ورا بعض بنسيب فاصل كده ورا بعض كده اهو بعد كده اهو شوفوا يا جماعة لاحب بسحبها بتلاقي شكلها حلو جدا وتدي معاك ايه يعني شبه القشرة شوية كده واما تتغبر الدوكو بتاعها بتلاقيها ايه شكلها ما شاء الله لو عايز تعمل نفس الفكرة وتغبر على البنيات انصحك تغبر تعمل على الفواضح برضو وتغبر بالبنية تطلع معاك جميلة برضو ريئة بس هنا احنا ايه طبعا القضاء سكري فبنغبر ايه بالدوكو السكري كله بقى نفس الفكرة جماعة اهو بناخد سمرة بالعرض كده سبعات ورا بعضها كده او تمانيات ورا بعضها ونسحوها بادينا ونعمل بالقطنة كده حوالها زي خطوط كده بعد كده ايه بنبدأ برضو نهديها شوية بالسبونشة او السلكة الموعين بعد كده بتخش على مرحلة ان احنا برضو بنغبرها ايه دوكو شفاف هنا السنة العالية دي هنمسحها كلها عشان تبان معانا بتكشفها تبان معانا اللي هو على القفايت اهو كله معانا نفس القصة بقى يا جماعة كده اهو كل الادراك بقى هنخدها بالعرض كده اهو حد وراك بقى بقوطنا كده بنزين يمسح السنة العالية دي عشان الشغل يبان شكل ايه برضو الحاجات تقيلة وشغل الحاجة العالية شوية لها فيها التبتين وفيها تكشيف وفيها مسح تفصل الارضيات ده عندها بالحاجة شكلها حل يعنيها برضو نخش على التبتين التبتين بطريقة سهلة بالمسدس هتشوف برضو نعمله ازاي يعني انت ممكن تنجز لو مش عايز تبتن وبتاعه معك حاجة مستعجلة زي كده ممكن برضو تبتن بالمسدس وتمسح وتديك برضو شكل البتينة برضو كل ده باللكية يا جماعة هنخلص كل الادراك بعد كده نخش ايه نغبرها برضو الدوكو الشفاف هنديها 3 وشاش دوكو شفاف ما تنساش يا جماعة عشان الدوكو يطلع الشفاف معاك بنحط له شوية تورنيش ونخفه طرية اضعاف بقى كده عملت شوية لكي برضو يعني عسل شوية كده اصفر على سنة احمر على سنة بني لكي عسل ايه ده مكان البتينة بقى يا جماعة ما فيش وقت طبعا الوضري كان مستعجلة وما فيش وقت انتنا نبتن وكده البتينة طبعا بتاخد وقت كله بالمسدس لو عايز تنجز بالمسدس بس طبعا البتينة بتزدد حاجة تانية خالص والقلوم تطلع مزبوطة هنا هنملة هوت بالمسدس ونبدأ نمسح استنان اللي نفوت تتمسح ونمسح العالي بتاع القيمة نسيب البتينة في الوقت بس بعد كده هبدأ اهدي كمان منظرها الحمار ده خليها هادي شوية هتشوفوا هعمل حاجات دي ازاي بقى فكار سهلة وبسيطة ممكن برضو تطلع الشغل تقيل وشكله وشغل عالي وتنجز فيه بسرعة يعني همسح استنان هولي تحت دي يا جماعة بقطنا بشوية نفط كده او بنزين تمسح السنة وتمسح العالي اللي في القيمة هنا اللاكية برضو هتطلع شوية نفط فبسهل معايا في المسح طبعا الارضية دوكو فالديني بتبقى سهلة جدا معنا في المسح ممكن تعمل شوية عالكية بس خلال الارضية نص لامع دي التجزيع والدوكو والتغبير الدوكو والبتينة كل حاجات دي تشتغل معاك على نص لامع طبعا لو لامع صافي ممكن نفوش معاك حاجات هنمسح القيمة هوا جماعة نمسح العالي بتاع القيمة ونسيب بس البتينة في الواطي عشان تدينا المنظر الجميل بتاع التبتين يفصل بين العالي وبين الواطي هنبدأ برضو نكشف تحت برضو القيمة السنن العالية كلها نمسحها ونسيب الارضيات الواطية بعد كده هتشوفوا انا عملت فيها ايه لانية البتينة منظرها يعني طبعا مش زي البتينة محمرة شوية فهدتها شوية هتشوفوا هدتها ازاي عشان اوصل لشكل هادي فيها وبرضو بكون منظرها ايه داخل دماغي وعجبني يعني بنمسح اهو كله زي ما انتو شايفين كده جماعة اتمنى جماعة قلنا ايه رأيكو في التعليقات لو عجبك من الفيديو لو في اي اضافة لنا ياريت لو فهلنا وتنصحونا الوجه الله نعمل فيديوهات ايه نماشي الدنيا ازاي محتاجين ايه حاجة نعملها ان شاء الله نعملها بامر الله واحنا شغالين هنحاول اي فكرة حتى لو بسيطة هنحاول ان شاء الله ان احنا نضيفها البعض باذن الله والهدف ان الكل يستفيد والكل يطلع شغله حلو ان شاء الله فيه ناس بتعمل شغلة جميلة وتجزعات جميلة وكل حاجة بس ده اللي انا عندي حاول اقدمه لكم ان شاء الله لان وعدتكم اي حاجة هتعلمها هحاول ان شاء الله اقدمها لكم وانا بنقدم فكرة التجزع بسيطة باللاكية على الدوكو وفكرة انك تبتن ازاي باللاكية وبالمسدس من غير فرش ومن غير اي حاجة وتنجز بسرعة بعد كده جمعنا لديت التجزع غمق شوية ولون هحمر شوية فجبت شوية دوكو شفاف هبدأ ايه هدي بقى التجزع ارمي عليها شوية واغبرها كده الدوكو شفاف اللي هو السكري الابيض فتبدأ التجزع تحس ان هي معي ايه حاصت مضطربة كده معي تحس ان انت ايه عملت على شغل تتريب ابيض يهدي معاك شكل التجزع ويدي معاك منظر جميل جدا وعطي بها شكلها يحس ان هي مضطربة بالضبط هنا جبت بقى الدوكو شفاف ويعني ظللت كده على البتينة هديت الحمر اللي فيها ده شوية تباني الشغل كل ما يكون هدي معاك وداخل فبعضه بيبقى احسن واشياء كتير ما يكون الالوان مفصول عن بعضها جامد وفاعة عن بعضها أنا هنا لقيتها حمرة شوية كده ومش عجباني قلت لا ههديها شوية بالأبيض السكري وهتباني معاك زي ما يكون مضطربة كمان فدت الحمد لله منظر كويس زي ما انتم شفتوا بالفيديو كده في الاول اللي أنا بعملو يا جماعة اللي هو الدوكو اللي هو الشفاف اللي أنا عامله خافف الدوكو ثلاث أضعاف طنر عشان يطلع معايا بالشفافان اللي انتم شايفينه ان هو ما يغطيش معايا الصمرة لو هفضل ارش منه عشر توشاش هيفضل برضو أصل الصمرة ظهر معايا من تحت وده حلوة الدوكو الشفاف يا جماعة الدوكو الشفاف تعملوه تحطه شوية ورنيش عليه وتخفه ثلاث أضعاف طنر يعني كل كيلو من الكمية اللي انت عملتها تلتها ورنيش وحط قد الكمية حط الكيلو تحط له ثلاثة كيلو ايه طنر برضو تكملت الشغل كله بقى جماعة كله بقى نفس الفكرة بنفرد اللاكيه بنمشط بالسبونشا بنجزع بأيدينا بنبدأ بقى نمسح العالي ونقبر دوكو شفاف كله بقى يا جماعة مفيش كله بقى هنمشي القوضة كلها على كده والمراحل البتينة ومراحل كل حاجة بالمسدس معنا حاجة في الإنجاز وحاجة تنجز بسرعة ما تاخدش معاك وقت في التبتين ولا في التجزيع ولا في التغبير ولا في اي حاجة كله سريع سريع دي انت اللي عايز تعمل حاجة بسرعة وستنجز بسرعة فيش وقتة طبعا تبتن وتفرد بالفرشة والحاجات دي كلها كله بالمسدس يا جماعة وباللكيه وطبعا هنا انا محتاجتش أثبت لان انا اصلا كده كده رشده دوكو شفاف فالدوكو الشفاف سبت معاي لكن لو التجزيع كان على لونها او كنت نازم أثبت لكن هنا هو اللي هو برش تلاتة وشاش دوكو فده يعتبر ان انا بثبت الشو وهو بطل يا جماعة حتة طرية بطرية اول بول مفيش تفويش مفيش اي مشكلة خالص لكية على الدوكو الحاجة بسعيتها وبردو السريرة اهو احنا بنديكم بس كده ايه الحاجة عملناها ازاي ومصورين كزا حتة واحنا نشغالين عشان تشوفوا بس الحاجات دي كلها بتمشي بقى كلها نفس الفكرة كده وتخبيرت الدوكو يا جماعة عليها بتهدي العملية خالص وتخلي منظرها جميل جدا وتحس ان هي قشرة كده تحت الشغل والبتين اهو يا جماعة كله بالمسدس اهو ببتن الشغل كله بالمسدس وامسح العالي زي البتينة وكشف وابدأ اغبر عليه الدوكو شفاف فيديو معي منظر التطريب معاها كمان ده كله بالمسدس يا جماعة وباللكيه وحاجة سرعة وانجاز عن البتينة العادية بس طبعا الاصل البتينة وزيت المفتاحية اتمنى كون الفيديو عجبكو واتمنى ادعموكم لي في القناة باللايك وبالاشتراك وان شاء الله اي فكرة حتى لو بسيطة قلتها هطلع اعملها ان شاء الله لو واحد بس استفاد من الفيديو يبدواتنا كده برضو الحمد لله استفاد واتمنى تقول لنا رأيكم في التعليقات ودائما نلتقي على خير ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي وان شاء الله في فيديوهات كتير معايا بس افضى بس اعملها منتاج وارفعها ان شاء الله على القناة وانا كده كده ان شاء الله هتوصل معاكم على طول على القناة ونرضع فيديوهات سواء عليها تفاول جامد إن شاء تفاول جامد لو واحد بس معكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله